السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله أنها قبلت اعتراض وجبة جديدة من الأسماء بعد أن أنظرت إلى تظلماتهم حيث أصدرت اللجنة قرارات لصالحهم وشمولهم بالإعانات وذكرت اللجنة أيضا أنها مستمرة بنظر الاعتراضات فوق خط الفقر الخاصة بمحافظة الذقار وأصدار القرارات بحسب قانون وعن طريق التواصل الإلكتروني مع المعترضين فوق خط الفقر خلال فترة الحظر اشتركوا في القناة